بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فرصة من اجمل حاجات اللي ممكن تعملها انت تكون تاجر بس مش اي تاجر لما تبقى تاجر شاطر هتبقى في منزلة كبيرة ومفيش اجمل من انت تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى وقتها هتبقى من انجح التجارة وهتشوف قصرها في الدنيا وفي الاخر ان شاء الله نهاردة احنا بنكمل معكم سلسلة المنفقونة في الارض اللي بدأناها مع الدكتور مصطفى اتحالى ونهاردة هنتكلم بقى على تاجر من التجار اللي بجد سيدنا عبد الرحمن بن عوف وازاي ان هو كان تاجر حقيقي كان تاجر في الدنيا وكان تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى وازاي كان بينفق ماله في سبيل الله وكلمني المواقف الكتير اولي حكينا عن دكتور مصطفى اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا مرحبا عزكم الله ورفع الله في حلقة جديدة من سلسلة المنفقونة في الارض اهلا وسهلا بكم واسأل الله تبارك وتعالى ان يرزق هذا البرنامج من كثرة ما ينفق لله تبارك وتعالى من الخيرات ان ينفق الله علينا تبارك وتعالى بالاستمرار في ابراز هذه المثل العليا في الانفاق نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا معهم يوم القيامة الله امين يا ربي كلنا دور ان شاء الله ونحاول كده نوصل رسالة للناس يكون فيها خير ونحاول كده نذكرهم بالناس العظيمة ارضا معنا شخصية بقى جميلة جدا نعم سيدنا عبد الرحمن بن عوف نعم سيدنا عبد الرحمن وإحنا بنذكر كده الشخصية دكتور كنا بنقف عندنا حيات كتير قوي فكرة الانفاق اللي كان بيعملها والتجارة وفكرة اليقين ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم اخا بينه وبين سيدنا سعيد نعم وقال له هنقتسم المالمى بنا ومن بعد حتى الزوجات قال له لا قال له دلاني على السوق نعم وكانت بداية نعم من الصفر وهو في المدينة بقى برضو من التجار اللي هو عند وفاته كان بيوم فق على أهل بدر وكان سايب لهم في المراس وكان سايب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من المراس فقصة كبيرة يا دكتور نعم حركة الصفيد بقى معنا فيها ان شاء الله الحب لله والصلاة والسلام على رسول الله يسا الله عليه وسلم بنكلم أنه يضع عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن كما أطلق عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ونعيز أقول أن الإنفاق أو التصدق يجب أن يصاحب اليقين فإذا تيقن الإنسان وكان عنده حسن الظن بالله في كل أموره عالم علم اليقين بل عالم حق اليقين أن الله تبارك وتعالى لن يتركه أبدا في الدنيا ويوم القيامة أنا عندي سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن وكان غنيا أبو سفيان كان غنيا ولكن أبو سفيان كما كانت تروي هند زوجة سيد أبو سفيان أنه كان بخيلا شحيحا فكانت تخرج بالقليل تأخذ منه وتذهب إلى رسول الله يا رسول الله أنا خدت من مال أبو سفيان عشان أتصدق عشان أزكي فأحل لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ من ماله للصداقات والزكوات فتخيل في الجانب الثاني تاجر الرحمن الذي أصبح من العشرة المبشرين بالجنة حينما آخ النبي بينه وبين أحد الصحابة ينبت بالنص والزوجات بالنص قال دلني على السوق كان معه ثلاثة دراهم وضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الستان في اليقين أنك إذا تصلي على النبي وتعلم أن رسول الله يسمعك والملائكة تسبح وتسمعك والجميع بل كون كله يسمعك وأنت تصلي على النبي وأنت توقن من رسول الله وأنت توقن من أنت أصبح هنا اليقين مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثلاثة دراهم وضعت يقينا في يد رسول الله فيجب بهذا اليقين أن نعلم أنني سوف أصبح تاجرا ناجحا مرت الأيام مرت الأيام بعد عشرين سنة سيدنا عبد الرحمن بن عوف توفاه الله كان زوجاته الأربعة وفي حكم الشرع في توزيع الميراث أن الزوجة بتاخد التمن لو اتنين بياخدوا التمن أو الأربعة بياخدوا التمن تخيل أن كل واحدة من زوجات سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورثت عشرين مليون درهم يعني كانت تمن هذه الثروة ثمانين مليون درهم فبال حقيقة بقيت الثروات وعندنا صدقات باليقين لسيدنا عثمان بن عفان وتحدثنا عنه قبل كده أن هناك جنات وأنهار وأماكن إلى الآن وإلى يوم القيامة ووقف سيدنا عثمان شغال ووقف سيدنا عثمان موجود ووقف تعالى سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنفق على أهل بدر أنفق على الصحابة أنفق على كل الناس إدى وكلما كان يعطي كان يعطي بإيه؟ باليقين ينفق باليقين أنا عايز أقول له حضرتك حاجة أن موقف ضع مننا حاجة واحد من زملائنا بدالح وإحنا في رحلة ضع منه شيء كل حاجة تتعلق به في شنطته أوراقه حاجات بالضبط شنطته وضعت في مكان المكان ده يشغل فيه الناس اللي فيه حوالي 20-30 ألف وضع الحاجة وضعت الحاجة وخلاص على كده وكان يجلس بيننا يستمع إلى كلمات اليقين وفجأة خد لي نفسه جانب وقال الله أنا عملا أسمع كلمات يقين والحاجة ما جات ليش لغاية دلوقت حد بيذكرني بالله فأفتكر طب ما نعود أنا وأكون في علاقة خاصة بيني وبين الله وباليقين لذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنوا الظن بالله لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فحينما أيقن وأحسن الظن بالله جاءوا الرد في التليفون إحنا وجدنا الشنطة اللي كان مستحيل أنها توجد خدت بالك فسجد لله شاكرا وقال ليس هناك شيئا أعظم من اليقين خدت بالحضرتك فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقينه بالله وبإنفاقه وهو يعلم أن الله سوف يخلفه عاش غنيا وتزوج وأنفق على الإسلام والمسلمين وكان من الأولين واستحق أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة وكان ثامن العشرة المبشرين بالجنة كان حد ما كانه دكتور ممكن يتواكل ويقول إيه طب ما هي فرصة بالنسبة لي نبي صلى الله عليه وسلم بأخي بيني وبين سيدنا سعيد وأنا خلاص أيه وكان غني سعيد برد وشرب وحاجة وزوجة وكل حاجة ومقاعة في مكاني وخلاص إنما هو سبحان الله يعني إخاذ القرار وقال لا أنا عندي يقيم في الله إن أنا هابقى تاجر وأغنى من ما كنت في مكة ده الناس دي حكت لما بيقوله ثلاث دراهم الذين يعني الكنترول بتاع السوق المدينة منورة كان بتاع اليهود فبيقوله يعني حتوح فين في وسط اليهود طب ولكن في يقين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في إقبال على الله فكلما أقبلت على الله ربنا قال في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنهم كان ليهم صلة دكتور مختلفة ليهم صلة كده واتصال بالله سبحانه وتعالى نعم كان عندهم قلب ما كانوش بس بتوع آخر وباعدين في المساجد لا кабنام بيجتغلوا بيجتغلوا عندهم ملايين وعندهم تهرة وعندهم تهرارة كبيرة ومع ذلك كان عندهم يقين وثقة في الله يا فندم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر ما كانش في المدينة سيدنا عم requesting عنده زي حديقة وباراعها هو وشويكو يعني كان المفروض كلي يقعد تحت الرجلين��도 نبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا يقدسون العمل في صغير طبعا كان نبي يأمرهم بالعمل صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم وهم أصحابه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا إحنا اللي هي أمته إلى يوم القيامة أكثر مما نعلم نحن عنوان بيوتنا صلى الله عليه وسلم نوقن من هو سيد الخلق نوقن من هو حبيب الله ننفق ونحن نعلم أننا نضع هذا الإنفاق في يد الله ونعلم أن رسول الله قال شوف اليقين بقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اليقين ما نقص ماله عبد من صدقة يبقى مش ممكن ده بيزيد ربنا بيخلف عليهم وما كانتش معاه حاجة وفجأة ريجع تاني أغنى من الأول بالبركة بالخير باليقين بالله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق كل محبينا وكل مشاهدينا باليقين وليعلموا أن الغضاء بالابتلاء حينما ترضى بقضاء الله حين الابتلاء يعني ضاعت المحفظة وأنا الحمد لله رضيت بضيعها أو بأي شيء في حياتي ابتلاء ابتلاء بكرب أو بضيع أي شدة نوععت فيها حاجة مات يرفع هذا البلاء وتجد الخير حينما ترضى بخضاء الله رضي الله عنهم وردوا عنه هكذا كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وردهم آمين احنا بقى في القامة الكريمة دي برضو دكتور فكرة ان احنا بنقتدي بيهم علشان مش نسمع القصص وخلاص يعني برضو لازم احنا نطبق نشوف الناس دي كان عندها اليقين والثقة دي كانت وصلة لهم ازاي يعني معنا فاصل كده ونرجع بقى نكمل احنا نطبق ازاي اللي كانوا بيعملوه الصحابة الكرام احنا نوسع فاصل كده ونوصل معه هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الشايك مع دكتور مصطفى كلم عن اليقين بالله وازاي نبقى زي الصحابة الكرام فاصل ونوصل